الملياردر المكسيكي كارلوس سليم الذي يتصدر قائمة فوربس كأغنى رجل في العالم قدم عرضاً عن طريق شركته أمريكا موفيل لشراء أسهم في الهولندية كابي إن أمريكا موفيل التي تملك 30% من المجموعة الهولندية عرضت شراء باقي الأسهم مقابل 7 مليارات و 200 مليون يورو تليفونيكا الإسبانية طرحت عرضاً قبل أسبوعين لشراء بلوس الألمانية التي تتبع لكابي إن بقيمة 8 مليارات و 100 مليون يورو سليم يهدف بعرضه الأخير إلى عرقلة عمل تليفونيكا المنافس الرئيسي لأمريكا موفيل في أمريكا اللاتينية